اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لماذا لم يتم عرض هؤلاء على غرفة الجنايات لماذا لم يتم عرضهم على قد التحقيق والحال ان هناك وفيات والحال ان هناك اضرار جسيمة وحتى عندما صادرت العقوبة البعض رأيها واعتبرها انها عقوبة بسيطة بالقدر ديال الحجم النتيجة النتيجة ديالتسموم اقول على ان المشرع عندما احدد الجرائم ميزة بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية والجرائم العمدية بطبيعة الحال هي الجرائم التي تكون فيها القصد الفاعل يريد القصد والنتيجة اي يريد الفعلة والنتيجة والجرائم الغير العمدية هي الجرائم التي تكون فيها الخطأ وارد والخطأ في حديداته هو اما اهمال واما عدم احترام النظوم واما واحد نعدي للرعون هذا هو المعطيات فبطبيعة الحال صاحب سناك عندما كان يجهز تيك الواجبات السريعة كان بطبيعة الحال لمدة 20 سنة حسب تصريحة لاخوات دياله كان يمارسه نفس الفاعل بدون ان تكون هناك اي ملاحظات او تشجيل اي 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 اصابات الا انه في هذه المرة وقع ان وقع في يعني وقع هناك واحد المنتج على ما اعتقد مايوناز لترتبع الاستهلاك ديالها يعني وفاة البعض والانتقال البعض الى المشفى فهذا الفاعل كله بطبيعة الحال لا يتوجد فيه قصد جنائي لا توجد فيه نية اجرامية وانما وجد فيه اهمال هذا الاهمال هو اللي حولوا من الفعل الجنائي الى فعل ديال 432 و433 من القادل الجنائي اللي كان في الباب ديال القتل والجرح الخطأ وعلى اساسه تمت المحاكمة على اساسه تم الصدور الاحكام اعتقد على ان الحكم هو منطقي معقول من ناحية الادانة عندما نقول الادانة اي تحقق العناصر ديال الجريمة اي ان الجريمة ديال 432 تحققت هناك اهمال هناك خطأ وهناك قتل وهناك ضحايا وهناك بطبيعة الحال مسؤولية جنائية اعتبرت المحكمة انها عناصرها متوفرة مسألة المشاركة ديال العاملين واش تتحقق عندهم شروط المشاركة او لا فاعتقد على ان شروط المشاركة اه يعني انا لم اكن بما عندش اطلاع على تصريحة ديالهم بما يكفي باش نقول واش شروط المشاركة كينا ولا ما كيناش وهذا رأى موضوع يقدر محكمة الاستيناف انها تنظر فيه وتنظر واش كينا شروط المشاركة ولا ما كيناش وبالتالي فالمحكمة الابتدائية تكون من ناحية الادانة انها طبقت القانون تطبيقا سليما اما من ناحية العقوبة فهذه سلطة قدرية للمحكمة والمحكمة حتى للقائلين على انها عقوبة صارمة فالمحكمة لم تخرج على النص القانوني يعني ما متجوزة واش لان النص القانوني توصلت الخمس سنوات والتي يقولوا على ان العقوبة هي هزيلة بالنظر الى عدد الضحايا فبالطبيعة الحال اقول له بحث كذلك المحكمة لم تخرج على النص القانوني ولا يمكنها ان تخرج على النص القانوني وتتجاوزه لان سلطتها محدودة بمنص القانوني وعندها تفريد العقاب ولها انت تعامل في حدود النص وهي تعاملت في حدود النص وبالتالي فالحكم من حيث الادانة اعتقدوا على انه في يعني بنسبة كبيرة مصادف للصوام من حيث العقوبة تبقى سلطة قديرية وهؤلاء لهم حق في الاستيناف والاستيناف ينشر الدعوة من جديد ويمكن ان تكون هناك احكام يعني مخففة تراعي ظروف الفاعلين وتراعي ظروف المطورة في الملف وشو اشتركوا في القناة